تعددت الشهادات في تنباكتو التي تحدثت عن إطلاف مخطوطات ثمينة تعود إلى عدة قرون في هذه المدينة التي كانت منارة ثقافية وروحية للإسلام في إفريقيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وعرفت ازدهارا حينها نظرا لتوافد القوافل عليها وبعض المخطوطات الموجودة في تنباكتو قديمة جدا وتحفظ في معهد أحمد بابا للدراسات العليا والأبحاث الإسلامية ما بين ستين ألفا إلى مئة ألف من المخطوطات بحسب وزارة الثقافة المالية هم ليسوا مسلمين في نظرنا المسلم لا يحرق القرآن أبدا كما أن المسيحي لا يحرق الإنجيل إذا من الواضح أنهم ليسوا مسلمين بل هم قطاع طرق وتأتي السيطرة على تنباكتو بعد يومين من الاستلاء في هجوم خاطف على جاو أكبر مدن شمال مالي وأحد معاقل المقاتلين الإسلاميين